مش هقول لك كلام الخوانة ده انما انا هسألك سؤال واحد حد فيك وشاف العقود ليه ما بتتعركش العقود بتاعت الشركات او الاستحوازات دي على المصريين ليه شركة موبك ومشوفناش العقد اللي بينها وبين الامارات ليه ما شوفناش اي عقد لأي شركة او لأي اصولة بعد في مصر ليه ما شوفناش اتفاقته على ايه و ايه العقد ده شروطه ايه لما شوف العقد هاده ارا اقول لك اما الناس اقف لك وقول لك برافو عليك انت مستثمر رائع او اخاف ما تعمليه زي اللي عملته في اتفاق سعد النهضة كده اللي احنا مش عارفين لحد الوقتي هو انت لما رحت الخرطون في 2015 كنت رايح تمضي على ايه وليه ما سألتش الناس مبارك اللي احنا بنقعد نلعن فيه ليه النهار اسمحوا لي قديلوا حقه بقى دلوقتي اه لمبارك اللي انا وقفت في داني التحرير ومش بعتذر بالعكس انا فخور انما حتى مبارك اللي طلعنا عليه ده يا حضرات مبارك ده ما كانش بياخد قرد الا لما يتناقش في البرلمان ما كانش فيه اتفاقية مع اي دولة حتى لو التقفائية الثقافية الا لما البرلمان يناقشها ويوافق او يرفض في الغالب كان بيوافق بس على الاقل كان فيه طبخة على الاقل كان فيه نواب في البرلمان بيقفوا يناقش الحكومة في القرد وشروط القرد انما احنا بنشوف لي وين دول دي عزب يا بويا السيسي يروح يمضي في 2015 اتفاق سد النهضة من غير حتى ما ياخد معه واحد بتعرين استاذ موارد مائية اي حد بيفهم في المية يا بي ده ماخدش معاه فلاح ده الراجل راح مضى لوحده والناس قعدت سنين مش عارفها العقد فيه ايه العقد ده هو اللي اسيوبيا جابتنا بيه الارض هو اللي اسيوبيا بتعيرنا بيه الحد النهاردة حد فيكو يعرف العقد كان فيه ايه البنود كانت ايه محدش يعرف نفس القصة في رأس الحكمة اللي عماني هللوه لها حد فيكو شاف عقد رأس الحكمة الاتفاق على ايه كلام على ايه بيه استثمار هنعمل ايه ايه المشاريع ما نعرفش حاج خالص حضرات ورونا العقود بس ورونا العقود وانا حرفيا هسقف لك او اخاف ايوة مش مبالغة مش مبالغة يا حضرات ان احنا كده بنسلم نفسنا الامارات في كل حاجة مش مبالغة الامارات بقى تنتلك مستشفيات وشركات ادوية ومعامل تحاليل وبنوك وكل حاجة ليه انا بقولك كده بقى عشان فيه دول تانية طردت الامارات خالص زي امريكا في 2006 امريكا في 2006 قررت شركة مواني ابو ظبي الاستحواز على ست مواني امريكية وقف الكونجرس للصفقة ورفضها رغم ان جورج بوش كان موافق واعتبر الصفقة دي خطر على الامن القومي شوف يا بي بي سي بوش قلق بعد قرار مواني دبي العالمية ابدا الرئيس الامريكي جورج بوش قلقه من معارضة الكونجرس لانتقال ادارة ست مواني امريكية الى شركة مواني دبي العالمية وقال بوش ان هذه الخطوة ربما اسأت العلاقات امريكية مع دول شرق اوسطية ومن جهتها قررت شركة ابو ظبي او دبي العالمية نقل عملياتها في المواني الامريكية الى هي امريكية لوضع نهاية للنزاع الذي صار حول الشرقها لتلك العمليات شركة بي اند او البريطانية وفي الوقت الذي لم تقل شركة مواني دبي صراحة الناس تبيع افرع العمليات المتعلقة الى اخيري ادي انا وريتك امريكا شو بقى الصومال اللي حصل في الصومال نفس الشيء لما منعت الصومال شركة مواني دبي التواجد في الصومال بسبب اعمال تتعلق بسيارة البلد وامنها القومي ادي الخبر انا بقول من الخبر ادي الخبر في العرب الجديد وزير خارجية الصومال للصبر وحدود مع شركة مواني دبي لان دبي واخدى ميناء بربرة تقريبا اكد وزير الخارجية الصومالي احمد عيسى عوض الاثنين ان شركة مواني دبي هي التي اشعلت فتيل التوتر مع الامارات لفتا انها اسأت للصومال وعرضت سيادتنا ووحدت اراضينا للخطر وما زالت تدخلاتها السلبية مستمرة الصومال في دول كتيرة بتعمل نفس القصة زي الجزائر واليمن وجبوتي وبريطانيا شوفوا الدول دي اللي منعت الامارات نشوف كده الدول دي بين الفساد وتهديد الامن القومي السجل المشبوه لشركات الامارات في الدول العالم جبوتي في 2018 لغت عقد المعاني دبي مدته 50 سنة بسبب شروط مقحفة ليبيا في سبتمبر 23 مصر في ليبيا يطلب حظر الشركات بالامارات للتحقيق في شبهات فساد في فبراير اختفاء 6 مليار دولار من اموال النفط الليبي الى فاجنر بواسطة اماراتية اليمن في يناير 23 تقرير حول فساد صفق تبيع ميناء قشن في محافظة المهرة للامارات يناير 23 تقرير حول فساد اتفاق لتسليم شركة الصلاة اليمنية في الجنوب للامارات مارس 23 ناشطون يتهمون الامارات بتعزيز سيطرتها على سقطرة تحت زريعة مشاريع تنوية الجزائر في 6 فبراير 24 ايقاف معاملات شركة للتبغ استحوذ عليها مستثمر اماراتي شبهت فساد بريطانيا 25 حكومة بريطانية تصنف حصة الامارات في فودافون خطر على الامن القومي ماليزيا كلهم يا بي وتيجي انت بقى زي الشاطر كده تسلم البلد بالضبة والمفتاح محارة وحلوب بمعانيها بمطاراتها بسواحلها بمصانعها بكل شيء للامارات يعني لا حصلت الصومال ولا امريكا وفجأة تصحف يوم من الايام تلاقي بلدك مش ملكك مش ملكك خالص مصر كلها مش رأس الحكمة هتلاقي في يوم من الايام مصر كلها بقت الامارة التامنة مصر كلها اسمع مني الكلام ده وبعدين الاجيال الجاية هتلعننا وتضربنا بالجزم مصر كلها في يوم من الايام بالشكل ده بالوتيرة دي هتبقى امارة رقم 8 للامارات مش رأس الحكمة زي ما انت فاهم مصر كلها الامارات تستطيع انها تكون دلوقتي جيش وتكونوا ليه المسأة المصري بيقول شرع العبد ولا الرباية انا اشتري العبد نفسه زي ما شركة الهند الشرقية كانت بتشتري او بتستخدم العبيد من افريقيا عشان تعمل جيش الامارات عندها جيش جاهز جيش المصري اه انت ليه مستغرب مش خيال على فكرة لما الامارات سيطر على كل شيء في البلد دي تقدر تسمم شعبك تقدر تمنع عنك الدواء تقدر تقفل عليك ضبه ومفتاح تقدر تدلم لك البلد دي مطرح ماها عايزة وده اللي عملوا على فكرة مدرسة شيكاغو في تشيلي لما فاز الليندي بالانتخابات قدرت توقفوا البلد وتشلها جاب انتخابات حرة صحيح الشعب للشيلي اختاروا صحيح لكن مدرسة شيكاغو في الاقتصاد وقفوا له البلد عن طريق بقى اللعبة في الاقتصاد لاني كانوا مستولين على كل شيء على المناجم على المواسطات على الكهرباء البلد تشلت كانت النتيجة انقلاب عسكري وطال الليندي اه هي كده هي بتيجي كلها كده زي ما عملت شركة الهند الشرقية كان بتعين الحكام ما تدفعش درائب تغير القوانين تعين القضاء وتعين الحاكم نفسه هو ده بقى اللي أنا بقولك